تضع علاء أوراق من الورد المجفف في أوان زجاجية تريد أن تضع في كل إناء واحد على خمسة من كيس ورق الورد المجفف إذا كان لدى علاء أربعة أكياس من أوراق الورد المجفف كم إناء يمكنها أن تملأ بأوراق الورد؟ حسناً، لدى علاء أربعة أكياس وتريد تقسيم الأكياس الأربعة إلى مجموعات في كل منها واحد على خمسة كيس إذا كان لديكم أربعة من أي شيء وأردتم تقسيم ما لديكم إلى مجموعات في كل منها كمية معينة عليكم التقسيم على تلك الكمية في كل مجموعة لذا تقسمون أربعة على واحد على خمسة في هذا المثال تريدون تقسيم أربعة أكياس من ورق الورد المجفف إلى مجموعات في كل واحدة منها واحد على خمسة دعوني أرسم رسماً توضيحياً سأرسم هنا كيساً من الورد المجفف يمكن تقسيم كل كيس إلى خمسة أخماس كما ترون هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يمكن لكيس واحد من أوراق الورد المجفف أن يملأ خمسة أوان إذا وضعنا في كل إناء واحد على خمسة الكيس لكن تذكروا لديكم أربعة أكياس هذه الأكياس اثنان ثلاثة أربعة كم إناء يمكن لعلاء أن تملأ بأوراق الورد المجفف؟ لديها أربعة أكياس ويمكن لكل كيس منها أن يملأ خمسة أوان لأن كل إناء يحتاج إلى واحد على خمسة كيس تستطيعون أن تحسبوها هكذا أربعة ضرب خمسة على واحد فالخمسة هي خمسة على واحد وهذا يساوي أربعة ضرب خمسة ويساوي عشرين يمكنها أن تملأ عشرين إناءا يمكن لعلاء أن تملأ باستخدام الأكياس الأربعة عشرين إناءا بأوراق الورد المجفف؟ إذن شاهدتم كيف أن القسم على عدد تساوي الضرب بمقلوب العدد وهذا واضح هنا فالقسمة على واحد على خمسة تساوي تماماً الضرب بمقلوب الخمس أي الضرب في خمسة على واحد تساوي المجفف؟ تساوي المجفف؟ ترجمة نانسي قنقر